اجتماع للرباعية الدولية بشأن اليمن في عدن نبأ نسب إلى وزير الخارجية خالد اليماني وأكده مصدر سعودي موضحاً أن الاجتماع سيعقد بعد شهر رمضان المبارك كان وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قد دشن أولى الزيارات لمسؤول دولي رفيع المستوى إلى العاصمة المؤقتة عدن في الرابع من شهر مارس الماضي على نحو دفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن الاجتماع المقبل يعز بشكل الرئيس إلى جهود الوزير هانت لكن دون حدوث تطورة جوهرية على صعيد استعادة الشرعية لزمام المبادرة في المدينة التي يتحكم الانفصاليون الموالون للإمارات بالقرار الأمني فيها الاجتماع وفقاً للوزير اليماني الذي كان يصرح للنسخة العربية من صحيفة اندبندنت البريطانية يمثل دعم للشرعية التي قال إنها تبذل جهوداً كبيرة للحضور على الأرض وتلمس احتياجات المواطنين ودفع المرتبات وتسير الخدمات يأتي ذلك فيما لا يزال الرئيس هادي وكبار رجال الدولة حتى الآن يتواجدون في العاصمة السعودية ويواجهون الصعوبات ذاتها التي تحول دون عوداتهم إلى أرض الوطن وإدارة الدولة من العاصمة المؤقتة عدن لكن أكثر التساؤلات التي تطرح اليوم تتصل بعدم اضطراد تحركات الدول الأكثر تأثيراً في المشهد اليمني مع التطورات الميدانية التي تصل حد الجمود على المستويين السياسي والعسكري في وقت يحقق فيه الحوثيون اختراقات خطيرة في الجبهات العسكرية وتنحسر فيه مستويات الدعم العسكري للتحالف إلى حلفائه الميدانيين في وقت تواجه فيه السلطة الشرعية صعوبة في تأمين الدعم العسكري للجيش الذي يخوض معارك متقطعة في معظم الجبهات وتتكون الرباعية الدولية التي عقدت أولى اجتماعاتها في لندن منتصف 2016 من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات وكان آخر اجتماع لها قد عقدته في لندن أيضاً في السادس والعشرين من شهر إبريل الجاري وقد خرج ذلك الاجتماع وفقاً لوزير الخارجية خالد اليماني برسائل مهمة في مقدمتها استحالة الذهاب لأي مباحثات سياسية قبل تنفيذ اتفاق ستوكولم فيما يخص ملفات الحديدة والأسرة والمعتقلين ومدينة تعز وتحديد مهلة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر مايو لتنفيذ اتفاق ستوكولم من قبل الحوتين